هل يجوز للمرأة الذهاب إلى العمرة بدون محرم إذا كانت من من يقيم في مكة؟ إذا كانت المسافة تبلغ مسافة القصر فلا يجوز لها إلا بمحرم أولهي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين يعني للراحلة إلا مع ذي محرم في رواية يوم وليلة فلا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر إلا ومع هذا محرم سواء كان للحج أو لغيره لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه اكتتب في غزوة كذا وامرأته تريد الحج عمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر مع امرأته فدل على أنه اشترطوا لها المحرم في الحج وفي غيره بمعنى أنه إذا كان خروجها للعمرة من مكة أقل من سفر قصر فإنها يصح لها بدون محرم بدون محرم لكن إذا كان في ذلك فتنها ويخشى عليها فلا تخرج إنما إذا أمنت الفتنة أثابكم الله